إلى البصرة حيث اتهم مجلس المحافظة المحافظ أسعد العيداني وقائد الشرطة بالتقصير في واجباتهم وعرقلة وصول القوات الأمنية إلى مبنى المجلس لحماية أعضائه على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة يوم أمس رئيس المجلس وليد قيطان قال في بيان له أنه رغم الظروف الحرجة التي تعيشها البصرة فقد لاحظنا تقصيرا واضحا ومتعمدا من رئيس الخلية الأمنية محافظ البصرة وقائد الشرطة الذين رفضوا وصول القوات الأمنية لحماية مؤسسات الدولة وأعضاء الحكومة المحلية والمتظاهرين الأمر الذي أدى إلى عدم وصول أعضاء مجلس المحافظة والمرشحين إلى بناية المجلس من جهة ومن جهة أخرى تعرض بعض الأعضاء إلى إطلاقات نارية وإصابتهم بجروح ما أدى إلى تأجيل الجلسة الاستثنائية